عملوا إحصائية في السجون إنه معظم المساجين بتلاقيهم بيكتبوا مثلا في رسالة في عيد الأم أو بيكتب لأمه لكن الأغلبية الصاحقة مش عم بتكتب للأب أو بتكتب له فيه إشي خاص في الأم في المرأة اللي حتى المساجين وحتى المجرمين بيكتبوا مثلا رسالة فيها نوع من المشاعر والعواطف تجاه المرأة أو تجاه الأم صح حتى قريت تعقيبا على حكيك قريت إنه إذا في الاقتصاد أو التنظيم السياسي بأي مجتمع تغير النساء هن في القيادة حتى يساعدوا العالم الأطفال أو الأشخاص تيتأقلموا بهذا الوضع وفعلا الرب عطيه نعمة خاصة للمرأة وللأم بالتحديد حتى يكون عنده هيدا العطف هيدا الحنان هيدا يعني الاستمرارية أكيد الأب ما بدنا نقص من قيمته بالمجتمع بس عملوا يوم المرأة العالمي فيه سبب فيه سبب المرأة الرب مخصصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر